فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين عجبا لكم أيها المشككون بالقرآن الكريم أدلتكم لا تستند إلى عقل ولا إلى منطق ها هو القرآن يتحداكم منذ 1400 عام بأن تأتوا بصورة من مثل القرآن فشلتم وتفشلون دائما عجبا فكيف يأتي المخلوق من تراب بكلام ككلام رب الأرباب وكيف يأتي العبد الفقير بكلام ككلام الغني القدير فخير لكم أن تتقوا نار جهنم بالإيمان بالوحي والقرآن الكريم فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة النار اسم جامع للعذاب الكامل الذي أعده الله للكافرين ونار الدنيا جزء من سبعين جزء من نار جهنم نؤمن بأن النار مخلوق من مخلوقات الله خلقت قبل خلقنا نارها لا تفنى أبدا فهي مستعرة دائما اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير وقودها أي مادة إشعالها الناس والحجارة فما هي هذه الحجارة؟ قال ابن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما هي حجارة الكبريت اللي حضراتكم شايفينهم دولة مجموعة من العمال الأندونسيين عند فواهة بركان بيستخرجوا حجر الكبريت الكبريت بيمتاز بسرعة الاشتعال وشدة الحرارة ونتن الرائحة وعظمة الدخان نصيحة لكل واحد مشكك في القرآن الكريم قيم قدرتك على تحمل حر النار في الدنيا قبل ما تروح لها في الآخرة في الدنيا عذابك مدة بسيطة ده أي معدودة طغاية لما الجلد يحترق والأعصاب أما للأسف الوضع في الآخرة مختلف كلما نضجت جلودهم بدلت قال الله عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما وهناك تفسير آخر للحجارة بأنها حجارة الأصنام التي كانت تعبد يسأل الشيخ الشعراوي لماذا هم وما يعبدون من أصنام في النار طبيعي إن كل عابد يرتجي من المعبود نفح فحين يراه في النار تزداد حسرته أما حجارة الأصنام فهي مخلوق مكهور لله دائم التسبيح له ليس عليها عذاب وهذه الأحجار تكون راضية وهي تحرق الذين كفروا بالله وتقول أعبدونا ونحن أعبد لله من المستغفرين بالأسحار وأخيرا يقول الشيخ الشعراوي حين خلق الله الجنة والنار جعل لكل مخلوق من خلقه مقعدا في الجنة ومقعدا في النار وحين يدخل الكافرون إلى النار تصبح مقاعدهم ومنازلهم في الجنة فارغة فيرثوها المؤمنون قال الله سبحانه وتعالى الذين يرثون الفردوس هم فيها قالدون ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة